بارك الله فيكم هل يصح لي عند طواف العمرة أن أطوف أربعة أشواط ثم أجلس وأستمع لخطبة الجمعة ثم أكمل باقي الأشواط بعد الصلاة لا ما تجلس للخطبة تكمل الأشواط السبعة ولو كان الخطيب يخطي إنما لو أقيمت الصلاة لو أقيمت الصلاة فإنك تقف وتصلي مع المسلمين فإذا سلموا فإنك تستأنف الشوط من الحجر وتبني على الأشواط التي قبلها وتكمل طواف أما الخطبة لا ما تقطع الطواف علشان الخطبة